سؤال رقم 7 في سؤال رقم 7 طلب مننا حساب سعة المكثفة C1 قبل حساب ما وظيفة هذا التركيب نلاحظ أن هذا التركيب يحتوي على دارة من نوع N555 ونعلم أن N555 في المنهاج لديها وظيفتين إما توليد إشارة ساعة أو مؤجلة تستخدم في زمن التأجيل عندما نرى قطب 2 مربوط مع 6 ومربوط مع مكثفة C1 في هذه الحالة وظيفة N555 توليد إشارة دورية وتستمى في هذه الحالة بالقلاب لا مستقر نسبة الإشارة غير المستقرة نرجع إلى سؤالنا طلب مننا حساب مكثفة C1 لدينا ثلاث خطوات يجب أن نتبعها بالترتيب لكي تكون إجابتنا مرتبة أولا يجب كتابة عبارة دورة T حيث عبارة دورة T تساوي THZTL TH زمن مستوى العالي وتL زمن مستوى المنخفض واحد لدينا TH تساوي TH ثابت الشحن في لن 2 لأنها N500 وظيفة توليد إشارة 9 لو كان قطب 6 مربوط مع 7 في هذه الحالة نعوض لن 3 ولديها برهان لذلك أعطيتها لكم مباشرة TH تساوي طو H في لن 2 نبحث عن طو H لاحظوا معي تشحن المكثفة من مصدر الجهد فيمر الطيار عبر R1 ثم يصل إلى هذه النقطة فيجد قطب رقم 7 وفي هذه الحالة ترنزيستور مانع لا يمر الطيار ويجد مقاومة R2 ويجد ثنائية الديود D1 بما أن ثنائي الديود مقاومته مهملة وسغيرة جدا بالنسبة للمقاومة R2 في هذه الحالة T يختار طريق السهل وبالتالي يتبع ثنائي الديود D1 ومقاومة R2 تقصر في هذه الحالة تبدأ المكثفة في الشحن إذن تشحن المكثفة عبر مقاومة R1 فقط ومقاومة D1 مهملة وبالتالي طو H يساوي R1 في C1 لنثنين ويقول لكم تعلمون أن ثابت الشحن يساوي مقاومة المكثفة في ساعة المكثفة المكثفة ثانيا حساب TL TL يساوي طو L في لنثنين ولمعرفة طو L نعرف كيف تفرغ المكثفة في هذه الحالة عندما يصل الجهد المكثفة إلى 2 على 3 VCC يصبح بطل بسابة ممرر يصبح تنزيستور ممرر أو تنزيستور مشابع وبالتالي لاحظوا معي كيف يصير تيار التيار الذي يأتي من VCC يمر عبر R1 وعندما يصل إلى هذه النقطة يجد ديود 1 ويجد R2 ويجد GND وبالتالي تيار في هذه الحالة يختار GND في هذه الحالة المكثفة مشحونة بجهد قدر 2 على 3 VCC وأصبحت موصولة مع قطب السابق وبالتالي سوف تفرغ بحيث ينتقل تيار من طرفين مكثفة إلى مقاومة R2 لماذا مقاومة R2؟ لأن ديود D1 أصبح في الاستقطاب العكسي ويكافي قاطعة مفتوحة وبالتالي ينتقل تيار إلى R2 ثم ينتقل إلى 7 إذن تفرغ المكثفة عبر R2 وثابت تفرغ يساوي مقاومة المكافئة في ساعة المكثفة المكافئة إذن يساوي R2 في C1 إذن طوال يساوي R2 في C1 لن 2 وبالتالي في 1 نجد أن عبارة دور T تساوي مباشرة تساوي R1 زياد R2 في C1 لن 2 وبما أن مقاومتين متساويتين الإشارة دورية T تساوي R1 في C1 لن 2 الخطوة الأولى حصلنا على عبارة دور T نبحث عن المجهول من هو المجهول؟ هو ساعة المكثفة C1 لدينا إشارة دور T تساوي 2R1 زياد R2 يستلزم يستلزم هو لم يعطينا إشارة دور إنما أعطانا تواطر إذن تواطر يساوي 1 على T و T يساوي 1 على F تم تعويضه ب 1 على F 1 على F يساوي 2R1 في C1 لن 2 ومنه C1 عندما نحوله إلى الطرف الثاني يصبح C1 يساوي 1 على 2F في R1 لن 2 هذه خطوة الثانية الخطوة الأخيرة يكون فيها تطبيق العددي أي تعويض المقادر C1 يساوي 1 على 2F لفريقانس 7F في 2.2 هي مقاومة R1 في عشر قوة ثلاثة لأنه أعطى لنا مقاومة بكيلو أوم وأنتم تعلمون أن يجب تعويض كل مقادر بالوحدات الدولية وحدة الدولية المقاومة هي أوم إذن 2.2 كيلو أوم يساوي 2.2 في عشر قوة ثلاثة أوم في لن 2 إذن C1 تساوي 4.705 في عشر قوة ناقص 5F إذن C1 تساوي 47.05 ميكرو فارد عفوا ليست فارد ميكرو فارد